سنة اللي فاتت كانت مشاركتنا كأداء كويسة لكن كنتائج لم نحقق الكثير كان لازم نجيب بهدف أكثر لكن أظهرنا أداء جيد هذه المرة هدفنا في السعودية أن نظهر أداء أفضل وأن تكون خطوطنا متقربة أكثر وأننا عايزين نكون نجحين ونحقق نتائج أفضل في دايما ضغط حين المشاركة في هذه البطولات لكن أنا سني وعمري كبير وبالتالي أقدر أتعامل مع هذه الضغوط لكن بالنسبة لللاعبين في ضغوط كثير عليهم وبالذات في نادي الأهلي كمهير لا تتوقع إلى الفوز ولو فقط الفريق يتعادل بيتدايقوا جدا بيطلبوا بالمزيد ولذلك لازم الواحد يشتغل معهم نفسيا ويدعمهم ويشعل دوافعهم عشان يقدروا يطلعوا أفضل أداء حتى اللي على الدكة إنهم يقفوا خلف الفريق وإننا نظهر كفريق ولو إحنا عملنا ده هنظهر إننا نقدر نقدم كرة قدم حقيقية عامة جمهور الأهلي العظيم إحنا كنا محظوظين مرتين ثلاثة نلعب أمامه في ملعب ممتلئ بهم عن آخره وفي البطولة هم هتكونوا خارج أراضيهم وبالتالي إحنا هنكون سعداء بدعمهم كبير وإحنا خارج أرضنا ونتمنى إننا نحصل على مؤذرتهم وإننا نقدر نسعدهم وبالتالي عدنا من جانب الفريق وأداءه على جانب الآخر الجمهور ولو الأتنين مع بعض هذه تركيبة قوي جدا تقدر تحقق أي نجاح هذه مشاركتي الثانية في البطولة المرة الأولى كانت في بلد آخر وبالتالي أهدافنا وتحضرنا للبطولة مش هيختلف عن المرة الأولى لكن المرة دي بنتمنى حضور جمهيري أهلاوي أكبر كمان من المنافس عشان اللاعبين يحصلوا على الدعم والطاقة الكبيرة من جميعين القتائب وصف اللاعبين يتعين من جديد ما يمكن من خلال الهدى من المنافس شكرا